اهلا بكم الى موجز اخبار الان فتحت مراكز الاقتراع عبوابها امام الناخبين في كردستان العراق لتصويت في استفتاء الانفصال رغم المعارضة الاقليمية والدولية وكان مسعود برزاني رئيس اقليم كردستان العراق قد تعهد بالسعي لاجراء محادثات مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن نتائج الاستفتاء طلبت الحكومة العراقية حكومة اقليم كردستان بتسليم المواقع الحدودية الدولية والمطارات ردا على الاستفتاء على الاستقلال الذي يعقده الاكراد في شمال العراق وجاء في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء حيدر لعبادي ان الحكومة طلبت ايضا من الدول الاجنبية وقف تجارة النفط مع اقليم كردستان والتعامل مع الحكومة المركزية فيما يتعلق بالمطارات والحدود قتل جنرال روسي في قصف لتنظيم داعش قرب دير الزور في شرق سوريا وفق ما نقلت وكالة الانباء الروسية الاحد عن وزارة الدفاع وقالت الوزراء ان الجنرال فاليري اسابوف قتل بانفجار قديفة خلال قصف مفاجئ بالهاون قام به مقاتلو تنظيم داعش اعلنت شرطة محافظة لحج ضبط خلية ارهابية خططت لتنفيذ عمليات ضد مقارات امنية في مدينة الحوط عاصمة المحافظة الواقعة جنوب شرق العاصمة اليمنية صنعاء وقال قائد شرطة لحج صالح السيد ان عملية دهم نفذت صباح اليوم في مديرية تبن بلحج واستهدفت خلية ارهابية تضم ثلاثة اشخاص حيث عثر ايضا على اسلحة ومتفجرات وقضائف هون كانت تعتزم الخلية استخدامها في عملياتها الارهابية قال خبير في الاسلحة الكيموية ان كوريا الشمالية يمكن ان تكون على وشك تسليم المواد الكيميائية القاتلة الى تنظيم داعش من اجل شن الارهابيين هجوما كارثيا ما يشكل مصدر قلق دولي وقال هامش دي برايتن جوردن الضابط السابق في الجيش البريطاني والذي ساعد في الكشف عن استخدام نظام بشار للأسلحة الكيميائية المحضورة ان بيونج يانج يمكن ان تتخطى العقوبات الاقتصادية الصارمة من خلال بيع بعض اسلحتها الكيميائية لداعش في سوريا اكدت دراسة حديثة انه يمكن تفادي حالات الوفاء التي تحصل في فترة خمس سنوات بفضل ثلاثين دقيقة من النشاط الجسدي اليومي وقال معدو الدراسة ان نشاط اطول يؤدي الى تراجع اكبر في الوفيات النجم عن امراض وعائية قلبية خصوصا في صفوف الاشخاص الذين يوزعون نشاطهم الجسدي على امتداد النهار بفضل طريقة تنقلهم وطبيعة عملهم ومهامهم المنزلية نهاية الموجز الى اللقاء نشكركم على متابعة قناة التلفزيون الان على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك او سوبسكرايب وان عجبكم ذلك لا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك اشتركوا في القناة